فردوس تقدري تشيله الكرسي؟ امي ام هيك لهنيك تشيله حبيبي بدي تقل عليك فردوس فيك تجيب الطاولة؟ طبعا طبعا شهرزات خانه شو عنا عرهاد؟ كيف كان يومك انتي؟ يمكن احسن من يومك بشوي انتو شو رح تقلوا قاعدين هنيك؟ اي كأنك حكيت كتير مع كوسر لا روحي ما لاحت انا جيت قبلك بشوي يلا تفضلوا وانت شو اسميك؟ هيفا تفضلوا يلا صحيحا مإلى أول ملك؟ زعلت؟ زعلت طبعا حبيبتي ملك شو اللي جابرني ني مخدامي عندي بالبيت؟ حدى انا كتير زلت ع حالتون خاصة لما اجيت وشفتون قاعدين عالدرج زلت كتير بعدين بنتا مريضة بس يا ملك شو بصير اذا نعموا الليلة هون بعدين انا بكرا الصبح بحكي مع كرم باك بل كي يعمل لها العملية لالبنت يعني هيش اللي بصير تعملي هيك شوفي يا العملية ما بتكلفن غير مية وخمسين ألف بلجنا عن ملك والأزمة هالمبلغ ما بيعنيلون شي ملك بالشركة ما في السيولة كيف؟ ما بدنا حدا يسمع وضع الشركة كتير صعب واحد من اللي بنوك فلس بالبوسنا وقفوا كل الورشات وببولونيا واقفين على نكشة ماسكين قلبون بايدون معقول هلأ تقولين لون بتكون تعملوا عملية لبنت الخدامة وانا من وين بدي اعرف هالحاكي مشكلة كبيرة معناتها ايه؟ لأزمة عامة وما منعرفش اللي يناطرنا بعدين وانا الغبية عنفكر بكل بساطة ان يروح واطلب من كرم باك يعملنا العملية انتي تركيلي موضوعك وسرقلي وانسي انا بكرة بطلعنا البطاقة صحية وبنهي القصة اعطيني صحنك لأسكي بليك مشي حلو منين جبتي؟ ما جبتو، انا الي اخترعته واللهي انك شغلة ابي ما اضل الا خمس تيام بابا ما بقى الا اربع تيام للولادة ثلاث تيام... يومية يا ريت لو من اول ما عرفت اني حامل بليش تعمل هي الشغلات بس انتي ما قصرتي ابدا عملتي شغلات كتير حلوة عندك ألام؟ ألام؟ الأحمر معلش يكتب عليه؟ طبعاً شو بدك تقدر؟ مراحل لك خلصت؟ ورجيني عم بستنعك؟ أنا بحبك كتير يلا تعب بسرعة يلا نطير الحمام نتشفيني منتشفيني بحبك كتير منتشفيني؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هوده رح تحيل مشكلة البطاقة الصحية وانا كمان ما رح اتركوا ملاك تفضل يا ستكوسر ضروري تتصلي فيني ماشي؟ وهده رح اتضل تسأل عنكم لا انا ولو انا متل بنتك بترجاكي تخديون يلا خديون مني انا بدي يمشي شوفك بالشركة الله ما عالك ما قلت لك ما بدي يشوفك مرة تاني شو اللي جابك لعندي مرة تاني اه يلا بسرعة اطلعي برات البيت هودا بيكفي قلتي علي خدامي وتحملتك بس هيك زودتيا انا رح تل امك انا كم مرة بدي يلك واشرحلك انه ما عندي امت لك اه يلا طلعي من هون بسرعة انا رح روح الشركة واحكي لهم كل شي انك بتخجلي من امك وكمان تلك اختك لا تموت اصلا ما رح يخلوك تفوتي بس ملك موجودة ما بتعمليه مبلغ مشان هاي الطفلة بعمل كل شي عم تفهمي ادام لحروع عن طريق الضحي ماشي ميسر ان شاء الله نامت ديري بالك عالبيت والبنة لا تخافي مهيدة خانم الله معكم يا بيك يا رب تيسر امورنا قولتك بيطلعوها؟ ما بعدي شاء الله ما شاء الله عليكي شو حلو يا فتو شو رأيك؟ ربط شعري ولا خليه مفروضة؟ ربطة؟ مش شك بيلبق له ضب الشعر فتو انتي لازم تتوقعي كل شي يا بنتي يعني احتمال كبير القاضي ما يفرج عنك من اول جلسة اذا زعلتي والداياتي رح يددايا وقرأي بينك فالله يرضى عليكي شو ما كان الحكم لا تزعله لا تددايا تعولي ديري بالك على حالك الله يساعدك الله معي متأكدة هي اخدته معا؟ والله انا ما انتبهت يا انور بيك بس المساء لما اجيت ما جابته مع ابنوب بركب يكون بغرفة المكتب لا يمكن تركته بالشغل فردوس نعم بكرة بعض ما تطلع شهر هزاد من البيت بتحكي معي طيب بس ليش؟ بدي منك تجيب الكمبيوتر تبعها لعندي عالشركة عالشركة؟ بدي كاني باخر عمري اسرق يعني؟ فردوس انت بتجيبي لي الكمبيوتر بدي شوف الشغلي وبعدين بترجعي كأنه انت بدي كاني انطرد من البيت بعد هالعمر يا انور بيك الوضع ما بيتحمل مزحك فردوس قاسفة بعتذر قاسفة بمزحك فردوس 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 شو رأيك نخبر الشرطة شهر رزاد خانو معقولي هاني مشان كومبيوتر نروح لعند الشرطة ويحققه معنا ما في داعي اصلاً أناكنتناوي غير了 الكمبيوتر والمعلوماتي اللي عليه مشفرها وعندي احتياطي لأنني اتعلمت ما بخلي معلوماتي بدون نسخة احتياطي ممناظ إذا أخذت هدول رح تطلعي من حياتي هم هدول كل مصاري بنتكي اللي تركتيا تهني فيهم تركتيا عمر سنتين فضل خدي نزلي الله يرضى عليك يا رب عمقول خلاص نزلي خليني بوسك لا تلمسيني يلو أمي بكفي ما بدنا نزعجها للخانم أكتر من هيك ما رح تقولي شي لأختك يا هدى في عملية ويمكن يسريش ما بدنا نجد حتى تنمسيني موسيقى 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 ماذا أعطيتك الصباح؟ شارعه 400 دولار ولكن هيدول؟ مه كين شاي فيه؟ يلا مومهم مومهم يلا تعالي نروح لهنيك ونركب الباس وليش الباس؟ خلينينا ناخد تاكسي سار مانا مصاري بثير ايه والله جبتي عم تحكي مظبور يلا تعالي ناخد تاكسي اليوم في عندي في البص صار لازم يلا لازم يلا اشتركوا في القناة 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 فيك تحبي ابني وفيه هو يحبك بس بتعرفي الحب الحقيقي شو معناته الحب الحقيقي منت الورد الربيع بس اذا بكر شوي وفتح مو بزمان ومكانه المناسبين رح يقدر عيش انتي شو عمت حاولي تقولي انتي ومالك حبيتوا بعض بوقت ممناسب لكم وجوزتوا بسرعة قبل ما تتطور هي العلاقة الفرق بينكم كبير استدقيني وردة الربيع ما رح تتحمل بردشتي وبجوز اطلع انا غلطانة اذا كان حبكون حقيقي ساعته ما رح يوقف بيوشه ايشي حبكون رح يقدر يستمر خمسي علي كلام اللي قلتيه حلو نوال خانوم والله وردة شتاء وردة ربيع وردة عشق الحقيقة شي حلو بس الشعر والرومانسيات ما بيهموني كتير ياللي بيهمني انه مالك بيحبني وانا بحبه متأكدة وردة تكتب لانين ما في اي حب بيستمر طول الحياة سبتي انه مالك هو الشخص المناسب وقولي لحالك رغم كل شي صار ورح بصير انا بحبه لمالك وبعرف انه ما رح يسعدني بس انا رح حبه وحفظ على الحب اذا بتقولي هيك رح يكون حبكم مثل الربيع اذا بتقولي هيك انا ما عمقول نسكر الفرع ببولونيا بس مجبوري نعطي العمال اجازة بالراتب هذا الكلام ما بيصير مستحيل ما في حال تاني يا انوار نحن هنيك عنا موافقة من غرفة التجارة البولونية كرام ما فينا نسرح هذا العدد الكبير من العمال اذا وقفنا ببولونيا رح ننسحب من السوق البرصة عم تنزل كل يوم ما عليك اطغي التليفون طيب طيب رحض فيه انا ماني ادرا ان اقنعه فيك تقنع انت ما رح نزل ما رح نزل ما رح نزل ما رح تهزميني انا وان خانو خلينا نشوف بنك تاني يدعمنا هذا الشي مستحيل يصير هلأ كل بنك من هالبنوك واقع بمشكلة طبعا ما عنا حال تاني طيب خلونا نوقف الانتاج هذا بيعطينا شوية وقت طيب طيب انا موافقة طيب شو رح تعملوا ست ونيرة نعم يا بيك هجزيلي على اول طيارة عوارسو طيب يا بيك رح سافر ليوم واحد ورح نلاقي الحل اكيد بعدك كانت لتدروسي كتير صعبة اليوم ايه صحيح اهلين يا بنات اهلين فيك كيف كانت للمدرس اليوم متلك اليوم ما فيش جديد امي ابيكي امي 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 استعد لك كتير استعدنا لك كتير شبكة مو على بعضك ليش عابس شوفي تفضل يا بيت يسلموا إيديك إليف جاية تمام ما شفتك من قبل هاي أول مرة بتجي لهون بالضبط وانت يلت هاي أول مرة خليني امتلفوا يلا حبيبتي بكير عاملت سلة خليني عاملتني شوية يلا يا حلوة يلا تعي شرطة هاي أولا شرطة عم بتدق الباب وشنن علي شو قلتي بسرعة كي كل تحت يلا بسرعة كي كل تحت يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة لا جدنا شكوى أنه هذا البيت بيت دعارة لا والله يا سيدي ما فيهي كشي غلطان عنا أمر بالتفتيش بدنا الفتيش يا شباب لا تخلوا حدا يهرب من هون انت روح لهني وانتو نزولوا على أبو وانتو اتنين تعووا معي بسرعة بسرعة انت عادي هون تحو الباب تحو الباب تحو الباب وانت فتش هؤلاء غرفتك يلا اطلعوا لشيك خذوا انا ما عملت شي انا مدخل يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة عمقلك اتحرك ادامي سيدي مساكنا كل الموجودين بالبين وهلأ راحنا اردونا عندك نحن في الوضع اطلعوا لشيك اطلعوا لشيك يلا بسرعة يلا بسرعة هل يعمل يصورونا؟ يلا اطلعي هل يعمل انا سيارة اطلعي لك الحشر يلا يا شباب بحسيارات حاجة تصوير اينها الكاميرا بخلي اصدقاء ما رح تأخذينا معك ماما؟ ما بيصير انتو لازم تناموا انتو طولي عن تخالي منا لا ما رح طول بطوتا لا تتأخروا ها روحوا ناموا ماشي يلا حبيباتي تصبحوا على حر تصبحي على خير يلا لا شوف دغلي لفوق منغسان ايدينا وبعدها عن نامر كدو هوف يلا هوف يلا هوف موسيقى 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 اشتركوا في القناة يا الله شو حلو شوفي هذا الكرم اللي كتب له هيك معقول بقي بس تسعة ايام ايه بس تسعة رح تكوني ام بتجنن اشتركوا في القناة ايه فردوس انور بيك مسال خير اهلي مطلبت مني بس تطلع شهرزاد خانهم من البيت خبرها ايه شهرزاد خانهم مني شوي طلعي اهلي ترايحة لعد منا خانهم بس انا ما بعرف بالضبط عم تحكي مظبوط يا فردوس كرم اضطر انه يطلع بلوني اليوم واحد مشان ما تبقى منا لحالة راحت لعند اليوم اه ناموا الولاد ايه مني شوي ناموا ممتاز انت حملي كمبيوتر شهرزاد وخدي اول تكسي وتعيل عندي ما بتزبط كمبيوتر الست شهرزاد سرقوا مبارح من صندوق السيارة يا انوار بيك كيف هي مبارح كانت حط الكمبيوتر بصندوق السيارة فتحوا الصندوق سرقوا لياه ما عم يجي عالبيت اتفقنا انه ما يجي ما قالوا شي لكرم مثل شو يعني اي شي يعني انتي مشغول بالك باللي بده يقوله انوار لكرم عنكم وليش لحتى ينشغل بالي شهرزاد مو علي هي الحركات حركاتك هي بتمرؤ على حدا تاني بس علي صعب انه تمرؤ اي نظرات مونة؟ شو عم بتخبي علي؟ كأني ما بعرف انك بتموتي فيه يلا قولي انوار شو عم يعمل؟ شو عم بيساوي؟ عم ياكل؟ مشغول بالي علي كتير يلا قولي يلا مزبوط بالي مشغول عم فكر فيه كل الوقت اوه لانك بتحبي مشغولي اي انا عقلي على طول معه انت بتعرفي هلا وين بيكون؟ ايه بعرف اسمار رح قلك يعني وين؟ اوه فحكي بقى يقوتى لكم؟ اه بله ما غيره؟ اوه ما عاتى كتير قرب مني اي؟ شو اي؟ شو عم يعمل المسا يعني مثلا عم يروح النادي؟ اوه 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 انتو عم تكابرو يا شهرزاد وانتي اكتر بس لازم تحاولو يلا اتصلي ما فيني اتصن لا تصري علي انو ارحاولي كتير معك بيستهل انك تتصلي في يلا ما بدي ليش؟ ما فيني ليش بقى؟ ما فيني وخلاص انا ما امفى مالكي شهرزاد ليش الغرور هاد ولا ما في داعي؟ ليش مكبر الموضوع؟ ما فيني احكي معي يا مونة ما فيني ما فيني موسيقى 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 أهلق تركونا من سويد وغيرة أصلا من زمان راحت موضطة يعني شفت أحسن منها؟ موسيقى اطبعاً في مركز لشخص بأورغايا سعاره أغلى من أفخم فندق بالعالم بلا إي شو هالحكي مالك رحت على فندق التلس إي رحل يلي في فنلندا ما في فنلندا ليش فيه هوني طبعا فيه بس هني على كل ليلة لازم تدفع على أقل ألفين دولار شو إي هاد كتير غالي إي طبعا بحتي جد وهذا شي طبيعي كتير هالكاس خصوصي لإلك تعريف أنا بحياتي ما شفت ألفين دولار مع بعض يعني من قبل ما أتزوج وأنا ما أتشوفهم دائما حضر لك شي تاكري أنا رحت مرة واحدة لجايل كنت وعن بس هلأ ما لديك حتى ما أحس أني رحت من جنبه بيكون حس ليكوا جاية لهم أنت كتير طيب يا وليد أخي هلأ بدك تعملنا طبق كوكتيل على كيفك نأكل أصابيعنا وراء تمام شوفي أنا رايحة عالبيت رزان رزان لأوين رزان خلص تتركني معلك رزان لأوين رايحة وقفي عالبيت شو ما سمعت رزان لأوين رايحة بكير كتير خلينا نفوت نكفي اسرلك بعيد عن طريقي شو ما بتفهم انت رزان شو اللي عملته لحت زالتي هلأ ما كان فيك شي شو سويت يعني قليلي شو عملت شو ممكن تساوي أكتر من أنك طنشتني وكأني مو موجودة شو قصدك مالك أنت بتنساني لما تشوف رفقاتك رحت من جنبك وقعت على البار وانت ولا هون أخذك الحكي مع رفقاتك وما حسيت فيني مالك بيك عنده شغل أهم مني بكتير كه 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 ومزخرة كأنه هالحكي السخيف اللي عم تحكوه أهم مني بسويت تزلجنا عالجليد وما بعرف شو عملنا أنا بحياتي ما تزلجت عالتلج يا مالك حتى ما سافرت بعمري والفنادق الفخمة ما بتعني لي شي أبدا رزان لو حاولت تشاركي معنا بالحديث ما كنت مليتي بس أنت ما بديك آب الله ايه أنا عندي شي أهم من أحاديثكم السخيفة أبي مختفي وما بعرف أي شي عنه ها يمكن يكون مات أنا شوية تاني رح جنو أنت غارق مع هدول بالأحاديث السخيفة وأكل همون بشرة كبرت أمي ايه طبعا أنتو ما كبرتو ملا ومأمون كمان كبر ايه مزبوط كبران كتير ما نمتوا لسه لا لسه مش بعنا من بعضنا أنا جاي لقلكم تصبحوا على خير يلا حبيباتي وقصوا بابا تعال عندي بابا تعال تصبحوا على خير كمان وانتي بخير لو ما كان قرر القاضي أنه يأجل الفصل بموضوع الطلاق لبعد سنة كان كمال هلأ منفصل عن هديك الحربة وكنا خلصنا منها ورتاح بالنا خلينا نفرح هلأ باللي صار معنا يا برهان بكفي فتون طلعت من السجن وما كنا متوقعين تطعبها السرعي خلينا نشكر الله نشكر الله بنحمده بس آخ لو بنخلص كمان من هديك الحي سبران طيب طيب خلينا ننام اليوم أتعبنا كتير نعم